سامسونج جالاكسي فولد غير لنا مفهوم مرة ثانية التليفونات بسببت شيء ممكن بسيط لما انت تفكر فيه بس تطبيقه فعليا شيء صعب وايد هي شاشة قابلة للطي والجالاكسي فولد مهد لنا الطريق حك تليفونات يتيك فورم فاكتر مختلف على تليفونات واجهة وشكل ومكانيات تليفونات عصرية شنو الخطوة الثانية حك شركة سامسونج رح نعرف بهذا الفيديو مع سامسونج جالاكسي زي فليب يعطيكم الصحة والعافية معكم أحمد بعريكي سامسونج جالاكسي زي فليب المفروض يتم نعلان عنا وبشكل رسمي خلال مؤتمر سامسونج اللي رح يصير بسان فرانسيسكو بتاريخ 11 فبراير الموجه حق فئة الجالاكسي اس 20 اللي يديدة اللي تمشيره تأكيد ان هذا رح يكون اسم السلسلة اللي يديدة نتكلم عنها بآخر الفيديو بس رح نركز بهذا الفيديو على سامسونج جالاكسي زي فليب اللي قاعد يزيد الحين التسريبات ماتة عندنا على التواصل الاجتماعي وبالانترنت كوننا قرب وقت المؤتمر تغريبين سبوعين ونص ثلاثة سابيع لين يتم نعلان فعليا عن هذا التليفون وتوقع راح يحرك السوق بشكل مطبيعي كوننا الموتورير لريزر صدار 2020 سوى لنا ضجة بسوق رجع لنا فون فاكتر مال لك لامشل هذا رح ييبلك هم بعد ضجة ثانية بسوق كوننا ومفروض ييكو مواصفات أعلى ويمكن هم سعر أقل فعلا يقعد تبينينا التسريبات أن هذا التليفون راح ييكو بمواصفات أعلى من ناحية المعالج المفروض ييكو بآخر معالج نابد راقين 865 المفروض ييكو هم بعد مع ثماني جيجابايت داكرة عشوائية أو فيرجين 12 جيجابايت داكرة عشوائية بطارية بين 3300 إلى 3500 ميلي أمبير الشاشة لما تبطل التليفون راح تكون 6.7 بوصة مع تقنية الهول بونش ديس بلي وهو الثق بنفس اللي شفنا على تليفونات السامسونج جالكسي نوت 10 والنوت 10 بلس فراح يكون كل شاشة للحواف ماتة راح تكون وايد وايد أصغر من اللي شفنا مثلا على الموتر الريزر وراح ييكو بكاميرا 10 ميجا بيكسل أمامية طبعا نوع الشاشة راح يكون دايناميك عمولد وراح ييكو بكاميرا خلفية أو أساسية 12 ميجا بيكسل مزدوجة راح يكون عندنا زاوية عريضة ما راح يكون عندنا الـ 108 ميجا بيكسل للأسف اللي احنا شفنا تأكدنا اللي راح تكون موجودة على سلسلة جالكسي S20 اللي مرثان اتكلم عنهم آخر شي اصدار One UI 2.1 مبني على أندرويد اصدار العاشر وغيرا من الشغلات اللي قاعدة نشوفها من ناحية التسريبات تتخص هذا التليفون نفس شاشة صغيرة موجودة من بره علشان تقدر تشوف فيها الإشعارات أو مكالمات لما توصل لك هذه الأمور كلها أنا تحمسني لأن أنا صلي فترة استعملي التليفونات وكلام شاشة فورم فاكتورتك حجيت عنه فيديو مختلف أهوة بالنسبة للمفضل على سبيل المثال توني يوم رحت الصين اعتمت على هذا التليفون هذا النوكيا 2720 فليب نزل بسنة 2019 قدرنا شكله قديم بس هذا التليفون حطيت كرتي في مال الكويت وحطيت كرتي مال الـ Data أو الـ Google فاير بسامسونج جالاكسي نوت 10 بلس سويت الحركة لأن هذا التليفون ما يدعم شريحتين فحطيت بسيطة فحطيت كرتي بهذا التليفون وللأمانة قاعدت أربعة أيام تغريبا على شحنة واحدة ولا لما رديدت البيت تغريبا لحين كان فيه نسبة 30-40% هذي التليفونات تتيب لي سعادة لما استعملها فطبيعي اتذكر النوكيا N76 هذا التليفون المفضل كان مبني على السنبيين بس هي كنفون فاكتور مارثاني لما الكلامشل حتى زرار ماروتها وايد وايد تذكيني بالموتر لريزر بس الكلامشل فكرة انه انت يكون عندك التليفون لما تبيت خزنه تحطه مخباتك حجمه صغير بس لما تيته تستعمله يكون حجمه أكبر فهذا بحد ذاته يعطيك فون فاكتور مختلف وتجربة مختلفة بس تليفون المفضل بهذه الفون فاكتوره هو نوكيا 6600 فولت شوف حجم التليفون شون وايد صغير اصلاً اقدر مسيكه تلي انت ما تدري ان انا ما اسك تليفون من كثر ما هو صغير وهذا التليفون رح يبليك شغلات شفناها الحين رح تطلع هم مثلاً مع سامسونج غالكسي زي فليب قاعدت حاجة عن الشاشة الخارجية هنا انت لما تطلع كأنه ما كو شي تسوي دبل تاب وتطلع لك شاشة كان هي مخفية يعطيك الإشعارات ومكالمات لما احد يتصل فيك وفي حركة هنا حلوة اتمنى ان بالمستقبل تليفونات لما ترجع على هيئة غالكسي زي فليب وغيرها ان يحطولك الزر يكون موجود على الجنب عشان ما تريد على المكالمات كبساطة تضغط على الزر ههههه التلفون يتبطل هذا شي كون لماذا ينسني لما يحد يدق عليه يعني اه اه اوكي من هذا اه كينغ تويز اه كينغ تويز الله يرحمك واحد منها عزي أصدقائي الصراحة توفى في سنة 2013 الله يرحمك لما يدروحك اينا ويجمعنا وياكم جنات النعيم فال 6600 فولد مع N76 2720 فليب متر الريزر 2020 والحين السامسونج غالكسي زي فليب هذي الفورن فاكترز انا تحمسني من ناحية المواصفات انا متقبل هذا الشي اه بالذات انه رح ييك 256 جيكبات ذاكرة تخزينية كابتداء configuration 8 او 12 هذي الامور رح تعطيك اداء افضل من الموجود على الموتر الريزر اليك مع سناب دراكن سبعينة وعشرة من قبل ثلاث سنين نزلها المعالج او سنتين بالاصح مع 4 جيكبات ذاكرة عشوائية بطارية 2500 مليا امبير هذي الامور رح تعطيك اداء تلفون رائد بشكل مختلف تماما عن اي شيء ثاني موجود بالسوق اليوم ويحمسني بشكل مو طبيعي واذا قدرت سامسونج ان اتنزل هذا تلفون حتى قبل الموتر الريزر ينتشر للعالمية رح يكون هو اول تلفون فعليا موجه للعالمية رح ييكب هذا الفون فاكتر وهذا شيء مرة ثانية يحمسني الاحين في تسريبات ثانية هم قاعد تطلع غير شكل التلفون عن البوستر الخاص حق التلفون ان شكله كأنه حرف Z ما توقع هذا هو الفون فاكتر مع ان ان انت اذا تدقق تشوف ان الشاشة كانوا هم حاطين مثلا تلفونين مبطلين بهذا الشكل كانوا هم حاطين تلفونين بهذا الشكل عشان يسوي له شكل حرف Z شفتوا شون صارتنا حرف Z بس الفون فاكتر واضح انه هو سيكون كلام شل والتسريبات قاعد تبين انا هذا شيء وان هذا الموضوع جدا جدا يهمني حق شانو انت تقدر تحصل من ناحية التلفون سيكون شحن سريع 15 واط لماذا؟ المفروض تكون اسرع من هذه التلفونات تصل حق 45 واط حتى من شركة سامسونج بس هذا كلها توقع لعبت ان شلون هم قدرون نقللون تكلفة التلفون عشان السعر ما لا يكون ارخص فان راح يكون على top of the line من ناحية الاشياء اللي ما تأثر حق يمكن ناس كثيرة فاهتموا لك حق التجربة اهم شيء من ناحية الشاشة من ناحية العتاد نفسه او المعالج والكاميرات اللي توقع شركة سامسونج راح تتعب عليهم او راح تستعملك الكنفيقراشن موجود على سامسونج جالكسي نوت 10 بلس او الجالكسي فولد او حتى الاس 10 بلس اللي يشتغل بشكل ويد ويد ممتاز فاكتب لي تحت هل انت متحمس حق هذا التلفون او متحمس حق سلسلة الجالكسي اس 20 وهذا الشاشة بتأكدت من شخص اسمه آيس يونيورس وهو سرب اسم سامسونج جالكسي زي فليب ولا شعبية انه هو معروف انه يسرب شغلات من قبل وتطلع 100 بلمية صح فاسم الجالكسي اس 20 او سلسلة 20 شوه تأكدت انه هي راح تكون فعليا التلفونات اللي راح يتم اعلان عنها خلال مؤتمر سامسونج انباكت اللي راح يصير 11 اثنين شهر الياي و نحظة دودهت شوي فالمسمينات راح تتغير عندنا الجالكسي اس 20 راح يحلك مكان الجالكسي اس 10 اي و عندك الاس 20 بلس راح يحلك مكان الجالكسي اس 10 العادي و الجالكسي اس 20 الترا راح يحلك مكان الجالكسي اس 10 بلس واضح؟ في 3 تلفونات ما راح يكون في زيادة بس غيروا لك bonus المسميات بسبة المواصفات كلهم راح يوليك بأربع كاميرات خلفية بس الكاميرات راح تختلط من ناحية المستشعر عندنا الاساسي الجالكسي اس 20 اوترا لأقوى واحد من ناحية المواصفات راح يكيب كاميرا الاميو 8 ميجا بيكسل اللي اتكلمت عنها اللي موجودة على الشاومي مي نوت 10 من بدعة دسات تانية قاعد تحتها 48 ميجا بيكسل حق تلفوتك وعندك تنا نسيت 16 ميجا بيكسل وغير توف لنز اللي راح يكون موجود عليه فما راح يزيدون لك خمس كاميرات مثلا لا راح يغيرون لك السناصر كلها اللي موجودة عشان يعطي لك تصوير افضل حتى حطوا لك شغلة Hyper 10X Optical Zoom او Space Zoom راح تصير ان تقدر انت تزوم بشكل مطبيعي بدون لا تخسر انت اي نوع من الجودة على الكاميرا وايد وايد من تحمس حق هالسلسلة امانا لانا سامسونج راح تغير واخيرا صرفت السناصر اللي موجودة عنده وسياستها مع الكاميرات كنن الفترة اللي اطافت 3 ا 4 سنين اللي اطافوا وقع نشوف تغيير جذري من ناحية شنو انت تقدر تزوي الكاميرات وحط ببالك ان اذا اضافوا تقنيات موجودة على تليفونات نفس الفولد نفس النوت نفس الاس 10 لباليش اطماني اس 9 سالفت ان انت تقدر تغيير الابراتر variable aperture انه تخلي العدسة تتبطل وتتسكر ان حق الاضاء اليها تدخلها حط ببالك هذا مع سنسور 108 مع مع معالج الذكاء الاصطناعي وايد وايد متحمس اتوقع واضح اما باجي التليفونات الاس 20 بلس والاس 20 العادي راح يولكها بعد باربع كاميرات بس المفروض السناصر مختلفة 48 ميجابيكسل او 64 ميجابيكسل ماني متأكد بس ما راح نشوف الاميو 8 الا على الاس 20 اولترا بطارية 5000 ميلي انبير ممكن نشوف منها version 1 تيرابايت مع 16 ديقابات داكرة عشوائية اندرويد 10 من اول ما تشغلها سناب دراجون 865 هلومور هذه كلها ارقام فعليا تترجم المفروض حق اداء وايد قوي والشي اللي حمسني بالتحديد هو الامية وعشرين هرتز التردد على الشاشة مع اف اج دي بلس او تقدر تحط انت على سكستي هرتز اذا كنتبي مع كواد اج دي بلس الحين هلو هما يقدروني يفعلون هذا شيء مع امية وعشرين هرتز كواد اج دي طبيعي يقدروني يسوون هالشيء بس حسبتها مع استهلاك معدل صرف البطارية وهلا انت راح تلاحظ فعليا بالعين المجردة اتوقع حركة حلوة انا لما استعمل تليفونات يعني حين النوت 10 بلس محطة على كواد اج دي بلس حطة على اف اج دي بلس 6.8 بوصة بس مقاعد اشوف بيكسل 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 فلو يعطوني نفس هذه الشاشة مع امية وعشرين هرتز التردد خلاص خلاص اشتبوهم بعد فجد وايدان امتحمس حق المؤتمر المفروض يكون فيه تاريخ 11 اثنين مرة ثانية فيه سان فرانسيسكو وتأكد انك انت مشترك وقعد تابع عشان تحصل الاخبار اول بول ويا ريت تشاركني رايك تحت شنو اكثر شي انت متحمس لحق سلسلة سامسونج اليديدة الجالاكسي زي فليب مع فون فاكتر مالك لمشل هل انت متحمس هل انت متحمس له هل انت تريد تشوف هذه التليفونة ترجع مرة ثانية فون فاكتر القديم ولا لا شاركني رايك تحت وي يهمني وتأكد اذا انت كنت قعد طالع هذا الفيديو ومو مشترك انك تشترك شرفني اضغط على الزر الاحمر سوى سبسكرايب فعل جرس التنبيهات عشان تكون من اوائل يشوف الفيديوهات اليهاية وتفاعل مع الفيديو عاطني لايك عاطني ديس لايك علق حسسني بوجودك ومشكولي نكيت على الدعم وبس سمحنا على التطالق سوى سلامتكم تعيشون احمد بعريكي ثم الله الكريم